حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سيدنا أنس أن ادخال السرور على المسلمين من منجبات المغفرة يعني أنت عايز توسع على نفسك حاول تكون سبب من أسباب التفاؤل والبشر والسرور على فكرة السرور على فكرة مش لازم يكون بعطية ممكن السرور يكون باحتواء ممكن السرور يكون بسماع ممكن السرور بأنك أنت تحس الإنسان أن لسه الدنيا فيها خير فبيقول سيدنا أنس رضي الله عنه قمت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه ونظر إلي وقال يا أنس أما علمت أنه من منجبات المغفرة ادخال السرور على أخيك المسلم شوف لازم تقول الحديث كده وانت فرحان ليه لأن الرسول لا نفسه وكأنه بيقول لسيدنا أنس وبيفرحه بيقول لسيدنا أنس بيقول له إيه يا أنس أما علمت أما علمت أما علمت أنه من منجبات المغفرة ادخال السرور على أخيك المسلم أنت مش عارف ده ويبدو كده أن الناس شايفة أن ادخال الفرح على قلوب الناس عمل صغير مش بس شايفين أنه عمل صغير كمان شايفين أنه عمل هامشي ولا أهمية له فهو حاجة لنعم شيء ما لهاش لازم يعني فييجي حضرة النبي يقول لنا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بواجه انطلق أنه ادخال السرور أو ده تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم ادخاله من السرور على مسلم لأن أن تلقى أخاك بواجه انطلق أنت عايز ماذا تطلقه من كآبتي تطلقه ليه وجه انطلق قال لأنه مطلق من الكآبة ومطلق للغير من الايه من الكآبة يعني وجه طلق يعني وجه متحرر ويحرر ولذلك لما سؤل الإمام مالك أي الأعمال تحب قال ليه فقال لأ ادخال السرور على المسلمين وأنا نظرت نفسي وفرق غربات المسلمين يا سلام يبقى أنت إيه اللي حاصل لازم تمشي في الطريق ده ويجي بعد كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل فيفصل إيه ويعدد أفضل الأعمال ويذكر ست حاجات بعد ادخال السرور على قلب المسلمين أول حاجة تكشفه عنه كربا يعني إيه تكشفه عنه كربا يعني ما تسيبهوش في حالته النفسية دي والأمور ضاغطة عليه وبيتوجع وحاسس بدي وحاسس بضغط وحاسس بأن الدنيا تقفلت لا إذا بوحمل عنه هذا وفرج عنه هذا طب الأمر التاني في كرب أشد وتقضي عنه دينا معهوش فالكرب كمان بقى مصدره حد تاني الحاجة التالتة لا ده في حاجة تاني أشد وكأننا بنروح دلوقتي إلى إيه دائرة عامة دائرة الكرب بعدين دخلنا إلى دائرة الإيه الحاجة المالية ثم الحاجة الفيسيولوجية بقى تطرد عنه جوعا حاجة جسدية كده إنه محتاج يأكل فتطرد عنه الجوع ونزاك كان إطعام الطعام من خير الأعمال ثم قال والسعي في قضاء حوائج الناس اللي هي الخدمة بقى إن انت تمشي في قضاء حوائج الناس إن انت تخدم الناس وتتطوع في ده والحاجة الخامسة إنك تكف الغضب وكف الغضب ده لإن الناس ما بقوش بيستحملين العصبية والنرفزة وحالة من حالات جعل الإنسان مهدد إنه هو ما يقدرش يتواصل معك وسادس حاجة كزم الغيز لما فكرت في الست أعمال دول لقيتهم كلهم بيدخلوا السرور على قلب المسلم فتخيل إنك مكروب وشايل هم وهم ده في حاجة تقيلة ويجي حد يطمنك ويكشف عنك الكرب ويطلعك من حالة الحزن دي ويفرحك واحد تاني شيء اللي هم فلوس وديون عليه فييجي واحد فيدفع له المبلغ اللي كان عليه فييه اللي يحصل فتخليه في حالة السعادة وحالة سرور وتشال من على قلبه جبل وواحد تالت جعان ومش معاه فلوس يأكل فييجي واحد يجيب له أكل ويطعم الطعام يا سلام ويجيب له وجبة الوجبة اللي جابه له يحس إنه سعادة والدنيا فيها خير ويحس بالخير وبالوسع ويحس إنه خرج من ديق وواحد عايزك معاه علشان تخلصته حاجة مش قادر يخلصها وتساعده إنه يحقق مصلحته فييه اللي حاصل فتلاقيه حاسس بإنه إيه ده الحمد لله الحمد لله على وجود الناس والحمد لله على وجود الأحبة والإخوة والناس وتقول له خلاص الحاجة خلصت ومش محتاجة تروح إيه اللي حاصل والحاجة دي الكلمة دي على قد إنه مش محتاجة تروح إنت خلاص المسألة تقطت قديها تفرحه وتخليه حس إنه هو مبسوط وإنه هو مرتاح وتشال من على كتفه حملة قيل وحتى لما تغضب من حد عمل حاجة تزع عليك وحاجة ما كانتش مناسبة فإيه اللي حاصل فميكونش خايف من بطشك ولا ظلمك ولا أزاك ويكون عارف إنك شخص بتكف غضبك وإيه اللي حاصل وبتكذم غيزك فأنت بالنسبة لأمان فيه ناس كتيرة تدائي جدا يقول لك هو أنا عشان طيب يعني الناس تتعامل معي بهذه الطريقة أنا مش مبسوط من إن الناس بتتعامل معي على إن أنا إنسان طيب وإنت عايز الناس تتعامل معك على إنك أنت إنسان شرير ترجمة نانسي قنقر